بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مكرر جبر المصفوفات ومع الجزء الخامس عشر من الدرس الثالث معنا بعض المسائل حول ضرب المصفوفات في البداية معنا المطلوب A في B نطمئن في البداية إلى إمكانية إجراء هذه العملية المصفوفة A ذات أبعاد ثلاثة في اثنين بينما المصفوفة B ذات أبعاد ثلاثة في اثنين هذين العددين متساويين إذن فيمكن إجراء هذه العملية ويكون ناتج الضرب مصفوفة ذات أبعاد ثلاثة في اثنين إذن A في B يساوي ثلاثة صفر سلب واحد اثنين واحد واحد أربع سلب واحد سفر اثنين المصفوفة النتجة تكون على هذا الشكل المصفوفة مستطيلة ثلاثة في اثنين عنصرها الأول هو حاصل ضرب الصف الأول في العمود الأول ثلاثة في اربعة ناشر زائد صفر في صفر بصفر ثلاثة في سالب واحد سالب ثلاثة زائد صفر في اثنين بصفر وهكذا نمسك الصف الثاني نضربه في العمود الأول ثم العمود الثاني ثالب أربعة زائد صفر موجب واحد زائد أربعة ثم الصف الثالث أربعة زائد صفر ثالب واحد موجب اثنين ويكون الحل النهائي على الصورة اتناشر سالب ثلاثة سالب أربعة خمسة أربعة واحد ومع المسألة التالية مطلوب حاصل ضرب بي في اي نطمئن إلى أمكانية إجراء هذه العملية بأبعدها اثنين في اثنين بينما اي ثلاثة في اثنين نلاحظ أن هذين العددين غير متساويين ولذا لا يمكن إيجاد بي ضرب اي لماذا؟ لأن عدد صفوف اي اللي هو ثلاثة لا يساوي عدد أمدت بي اللي هو اثنين ومع المسألة الأخيرة مطلوب حساب تريس بي سي الأول نطمئن من شيئين أولاً إمكانية ضرب بي في سي ثم أن يكون الناتج مصفوفة مربعة لأن التريس لا يمكن حسابه إلا لمصفوفة مربعة فبي ذات أبعاد اثنين في اثنين بينما سي ذات أبعاد اثنين في ثلاثة يمكن الضرب ويكون الناتج مصفوفة أبعادها اثنين في ثلاثة اثنين في ثلاثة بينما يمكن الضرب لا يمكن حساب التريس لأن هذه المصفوفة مستطيلة غير مربعة لذا لا يمكن إجراء هذه العملية لماذا؟ لأن المصفوفة الخارجة عن ضرب بي في سي غير مربعة لاحقا